اشتركوا في القناة للاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل المشتركة بين السلطة القضائية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وما تضمنته من تطوير للنظام الإلكتروني الجنائي الخاص بالمحاكم الجنائية والنيابة العامة والهادف إلى الانتقال الكامل إلى الرقمية في الإجراءات القضائية كافة ويسهم هذا النظام الذي يجري العمل على وضعه موضع التنفيذ في توفير كثير من الجهد والوقت بالنسبة للسادة القضاء وأعضاء النيابة العامة والأجهزة الإدارية المساندة كما يسهم في تطوير معايير الدقة والسرعة في الأداء كما تمت مناقشة تطوير النظام الإلكتروني الموحد للتعاون القضائي الدولي والذي يوفر نظاما مشتركا لمتابعة إجراءات وطلبات التعاون القضائية والمساعدة القانونية الدولية لدى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والوزارة ترجمة نانسي قنقر